وفي أخبار أخرى قتل خمسة وعشرون شخصاً على الأقل في حريق بأحد المناجم في كازاخستان فيما تم إجلاء مئتي وستة أشخاص من أصل مئتين واثنين وخمسين كانوا في المنجم وقت وقوع ما يبدو أنهم فجار لغاز الميثان ولم يعثر على واحد وعشرين آخرين من العمال مما كانوا داخلوا المنجم وعبر رئيس كازاخستان قاسم جومارد عن تعازيه لأسر الضحايا وأعلن الحداد الوطني غداً كما أمر الحكومة بوقف التعاون الاستثماري مع الشركة المشغلة للمنجم وقالت الحكومة في بيان أنها وضعت اللمسات النهائية على اتفاق لتأميم الشركة التي تدير أكبر مصنع للصلب في البلاد